بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الارجيمنت جوه الماثودس اي واحده من ضمن الادوات الموجوده داخل الكلاث في الابجيكت اوريونتد بروغرام على سبيل المثال انا عند هنا public function وهقول انفو والانفو قدرت احط فيها النام والأيج فبالتالي الانفو هنا اصبح ان انا في تو بارامتر اقدر استخدامهم بكل بساطة واقول ان انا هعمل اكو للنام واكو للأيج فبالتالي هنا ممكن اقوم بالتعيين داخل ماثود عوضا على الكلستركت في حالة تخصيص بعض البيانات على سبيل المثال هلاقي هنا ان انا عندي انفو وحط فيها السن وحط فيها الاسم فأول ارجيمنت النام تاني ارجيمنت فيه الاج فبالتالي لما اجي اعمل ريفراش هيتبعلي الجملة او الاسم اللي انا طبعته مع النام فهنا قدرت امرر بارامترز والبارامترز دي اقدر احددها بصيغ مختلف اي ان انا اقدر اقوله ان اعايزها string او تكون maxed string او maxed يعني ان هي ايام ما تكون نصية او ان هي تكون اي نوع تاني يمكن ادراجه من انواع ال data type وممكن اقول فقط انه هو string كذلك الامر برضو ان انا احدد هنا النوع اللي انا عايزه لل data type اللي هتطلع على ال age ولكن هنا يحصل عندي مشكلة لما اجي ابدأ اعمل ريفراش وهنا ظاهريا انه هو ما فيش اي مشكلة لانه اخد القيمة اللي هي فعلا رقمية فقط وتعامل معه لكن اول ما هحط اي احرف تانية هيبدأ يديني او يعمل لي مشكلة وهي ان انا عندي argument age هو لازم يكون integer وانا مديله فيه string فبالتالي هنا لابد ان انا اتابع مع المعايير اللي انا بنيت عليها المسط بتاعتي فالمعيارة عندي ان هو integer وممكن ازود عليه ال data type من نوع string يعني اما يكون integer او اما يكون string فبالتالي لقي ان فعلا string واحدة من ضمن data type اللي انا سمحت بها للبرامتر فقدر ان هو يوفرها لي ومشغلها لي بدون اي مشكلة وممكن اوفع على نفسي واقول mixed اي ان هو اما يكون string او يكون integer او decimal او boolean او اي ان كان واحدة من انواع data type المتوفرة في PHP كمان المسطدس اقدر احدد نوع ال data type اللي هترجع منها وممكن اقوله ان المسطد دي كمان تكون void اي ان لابد ان المسطد دي ما تكونش فيه اي قيمة راجع منها من خلال ان انا اجي هنا واقوله void اي ان المسطد دي ما بترجعش قيمة فقط بتتم طبع بعض الجمل فيها وممكن اكبره اقوله لا رجع لقيمة string فبالتالي هيقولي error ان انا ما عنديش return فبالتالي لما اجي حتى اعمل refresh هيقولي ان ال info method return value must be of type string لكن non returned يعني لا تقوم بارجع قيمة لذلك انا اقدر هنا بكل بساطة هقوله return فهيرجع لي name والage لكن لو جيت هنا مش هيطبع لي لازم اجي هنا اقوله echo اطبع لي الجمل اللي انت بعتها للمسطد فهيتبعها لي زي ما كان فبالتالي اقدر كمان اقوله ان انا عايز maxed اي قيمة ترجع لي من المسطد فيرجع لي واحدة من ضمن الانواع اللي اتعرفنا عليها في الدروس اللي قبل كده في بداية الدورة نقف لحد كده ان نكمل في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة